كاميرا مدمنة وكذا انطبعت الصورة وكذا انطبعت الصورة وين خويه؟ المهم مجموعة منتجات منها منتجات للطباعة حلقة جديدة من تستاهل او لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من تستاهل او لا ومعنا احمد بن محبوظ مجموعة منتجات اليوم نرى اول منتجين مخصصات للطباعة طبعا في النوع المتنقل من الطابعات اللي فيها كاميرا مدمجة وفي النوع الثاني اللي هو الفوتو برينتر داك كل الاثنين من كوداك ومسألة الصور كثيرين نرى الناس على سناب شات طباعة الصور فيزيائيا بالنسبة لك هل تسوي بها الزمن او لا؟ لها طابع خاص لها احساس رهيب ايش دار اللي لدينا بالضبط لدينا ازدار كامل مجموعة صور مطبيعية موجودة في تيك بيلز والصور الى الآن نعتمد عليها في المحافظة على الذكريات طابعة تأتيك صور بالحجم هذا بالنسبة لي شيء رائعك وبنفس الجودة حق الجهاز التي تصورت فيها ببعض النظر هو الشوء بالضبط الطابعة اللي موجودة هنا داك اللي يبديك تطبع الصور سواء عن طريق الوصلات اللي موجودة يبديك تستخدم مايكرو يو اس بي يو اس بي تايب سي او لايتنينج وانا لو تلاحظوا هذا النوع اللي يأتي معاك الانواع الوصلات فعلى طول تستطيع اي من الوصلات اللي انت تحتاجها وبالتالي تستخدم جوال اندرويد ايفون او حتى تستخدم جوال اندرويد من الجيل اللي فيه مايكرو يو اس بي انا اللي فهمت منك ان الأجياء اللي قبلها كانت اي ايفون اي اندرويد هذه النقطة تفرد مرة ايضاً التطبيق يبديك على طول التطميع حتى الآن نصور اخر واحدة طبعتها هذه مطبوعة بدون حتى لا يكون شابك الجوال كنت شبكته سويت المقارنة المزامنة بين الجوال وبين الطابعة بعدين استخدمت الطباعة بشكل فوري لا سلكياً بشكل فوري بدون ان تكون مشبوكة فأخذ الصورة وقراها وضبطها سالفت وين خوية ترجع الى اربع سنوات انا سلطان قحطاني تقني بالحدود معروف اكيد نكون موجودين في احداث مختلفة وحول العالم مع بعض وننزل صورة على السوشيل هاشتاغ وين خوية وين صاحبي وكل شخص يطالع الجهة الثانية فالغريبة انا دائما ان الناس ترد علينا وتقول جنبك بندر دخل معكم هنا بندر دخل معنا نرجع للنوع الثاني من انواع الطباعة الفورية هنا يمكنك ان تعتمد على الجوال بشكل مباشر وتأخذ الصورة وعلى طول تطبع هذه الصورة الصغيرة يرجع الموضوع لك تريد ميني شاتس او صور صغيرة وهذه كوداك ميني شاتس او تريد كوداك فوتو برينتر داك تريد صور كبيرة او صغيرة او صغيرة او صغيرة اي هم تفضل افضل كبيرة طبعا ممتاز يكفي انها لديك خيارات اكثر من جد وتستطيع التحكم من الجوال على طوض بالضبط هنا بدون اعتماد على الجوال فيصبح كاميرا اتدور في المكان كله بدون جوالي اربط الجوال لا اربط الجوال لا اشتبع مثل الحفلات ممتاز مسألة الطباعة في زمننا انا عن نفسي يستاهل انت ؟ ممتاز المنتج الاول يستاهل وكالعادة الروابط والشياء موجودة كلها تجدوها اسفل وصف الحلق اذهب الى المنتج اللي بعده هايبر اكس هايبر اكس هايبر اكس اخذت على نفسي هايبر اكس هايبر اكس لوحة المفاتيح الجديدة فيها الار جي بي ففيها الالوان لا يتجزى بالضبط وهذه الالوي كور ار جي بي فهي تعتبر من المعدن جدا قوية فحتى لو ضربتها في اشدار ستكون الامور تمام واكن لا لا فقط التوتش والفيل مفروض انها رائعة انت من نسبة لك لوحة المفاتيح انت على الحين على الماك صح؟ نعم احسن شاشة اوه جدا اوه جدا على كثر المشاكل التي تحدث في الواحة المفاتيح ماك بيك برو نعم جيل وراء جيل البترفلاي لا نجح فالواحة المفاتيح الموجودة من هايبر اكس دائما يحاول يجبون جودة ويحاول سعر جيد فأيضا السعر سأضع لكم على وصف الحلقة وأيضا السعر لا دعونا مختلف العملات على الشاشة فبالنسبة لك هايبر اكس شغل المفايس لديكم اختصارات تشغيل الفيديوهات المحتوى وايضا اختصارات الجهة الثانية على اساس السطوع يمكن ان تضبط الأمور على طول يمكن ان تساعد في المونتاج هل تستاهل او لا لا ممتاز طيب انا ارى خيار شخصي لا تستاهل او لا فعندكم الرابط يمكنكم ان تقيموا الوضع منتج الوضع لكن هذه هي اكيد للغامر صح كوغر مررت عنك منتجات كوغر هذه استخدمناها لم يرجعوها الشباب في العلبة سأسمى قدام الكاميرا ولكن هذه تم تجربتها عندنا هذه موجودة عندكم الكوغر اي ميرسا هل تعرفش النيزة فيها؟ جربت هنا حلو ايه ولكن كان على صوتك لا تستطيع قيم لا تستطيع قيم الصوتي ولا تستطيع قيم السماعة السماعة ممتاز اوكي هنا لديكم الكشن الذي موجود في الجهة العليا ستجعلكم نفس الدعامة تكون رائعة بالاضافة اول ان تضع الكامس ستجد مرة كبيرة على الأذن فانتم لاحظون الحجم الموجود هل الحجم هذا؟ له سبب؟ المفروض ان البيسي يكون فيها جدا جيد بالاضافة اضبطها اوان الريد رايت اوكي اضبطها بالشكل هذا المايك اوكي المايك فالمفروض ان اضبطينا حركتين بحركات زمان بحركات ضبطينا كوغر بالشكل هذا فالمايك واضح ان داخلي جول موجود انت تفتحوا بالشكل هذا ستكون لديكم اي ميرسا بالطريقة لانه ميرسا كثيرا تكون حمل الموضوع فتوقع حاجة على طول لاحظتها طبعا لم اخذتها استخدام مطول لسه اوكي سماعة خفيفة على الأذن هل هذه خفيفة؟ لا تضغط بقوة على نفس الأذن بالضبط لا تضغط خفيفة شايف؟ لا تضغط خفيفة وموجود عندك التحكم هنا موجود فما ضغطت بقوة على الأذن فهذه بالنسبة لي كانت شيء جيد نقارن الصوت دعنا نقول خمس شباب او ستة شباب كل واحد منهم يقول استاهل او لا سأعطيكم اوكيات على أكثر منهم ومثلا عندنا محمد عندنا انس عندنا ابراهيم عندنا احمد نحن يطلع واحد فيهم لا يطلع شعار كل واحد فيهم ابراهيم عندنا ماهر وعندنا احمد كل واحد فيهم قال استاهل او لا قدامكم على الشاشة جربناها خلال ما نفعل الوضع الآن انا وانت بالنسبة لي استاهل او لا خفتها والدزاين والمايك انا شو ستستاهل نقارن الصوت وان شاء الله توقع ان كويغر يقدموا شيء جيد فنقول تستاهل من ناحيتنا والشباب الذين يجربوهم هم الذين يجبون تأخذوا كلامهم فهذه عندكم كم تستاهل هم الاستخدام مطول بالضبط من اصل ستة كان عندكم الرقم هذا الذي امامكم على الشاشة اخر منتج اريد استشيركم هنا في اخر منتج قاعد اخر فترة اجيب كاميرات تسجيل قيادة مركبة لتوثيق القيادة هم صار كثير هذي اليوم قاعد احاول اجيب محتوى قدمة عن هذا النوع من الكاميرات هذه كروس ارت كروس تور فهنا احتاج اسألكم انتم اي نوع من الكاميرات تتفضل لانه فيها بحر بحر من الانواع والستايلات انجسك من الكاميرات هي هذه التي تركب السيارة وتصور انواع كثير انواع كثير لماذا؟ بعضها يأتي نوع مثل هذا اذا ارى الكاميرات ادخلنا الكاميرا الاساسية هذه ليست الكاميرا الاساسية هذه الكاميرا الاساسية التي تضعها فتأخذ القيادة من الامام هذه الاجزاز اللي وراء فتأخذك من الجهة الامامية والجهة الخلفية وكل واحدة منهم زاوية عريضة وكل واحدة يتطور حالها بشكل مستقل ام 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 اي هذي ام اذا فانت عندك لا يشتغرون نفس الوقت سأعطيك سبلت سكرين و تضبط النمط الذي تريده و يأتي الكابل الطويل الذي من وراء قد تضبط مسألة التسجيل سترى صورة او صورتين بالإضافة لكي يريدك أن تضبط الزاوية احتاج اوصد تقولي بين الاثنين نعم فعندك توصيلة طويلة جوة تضعها هل تعلقها من السكف؟ نعم نحن تخبيها في السكف او باس او فان او حتى لو سيارة صغيرة تريد توثق على اساس تقوم بعمل ركورد لنفس مسألة التسجيل هنا هذه الأنواع و البحر من الكاميرات تعطوني رأيكم في التعليقات هل نجيب النوع الذي تضعه على الكاميرا الأمامية و حتى هناك استفتاء دعونا نضع على الشاشة النوع الذي نضعه على الجزاز و يصور لك جهتك غاية المركبة و الجنبه و الجهة الأمامية و الان رايح او تريد أن يصور الجهة الأمامية وراء او تريد فقط الجهة الأمامية فعندكم الاستفتاء شاركوا فيه و اخبروني هل توقع الناس ماذا تفضلون بمعنوه للصحة معنا اخي انا محتار انا مبدعيا اتوقع ان الاغلب يكون تطور الشارع لك لكي تستطيع ان تقول الناس ان هناك حادث اذا و اخبرتها لو انا اعطيها القائد بمركبة انا مثلا سيارتي واحد يسوقها اريد ان ارى اوه كما هذا الموضوع مختلف ارى ان هذا الموضوع مختلف و اذا اقترب Cara ارى لو قدمت بالسيارة اذهب بالقර من ان القيد من في الس 여기까지 اقوام سيادته منelujah وهو حد به من ses مكان سنكون شهادة للتأمين و انا لم قضيت خلط لا شيء و اởدء سوف ارى السيار كانت صدерыonde اOlive انا بدأت اضيع الحين م ان هذا هو اذا استهل او لا انا استهلا هذا المنتج يدافق ام ان القديد以ب اورا لا او او فكرة الكاميرات استهل اكيد او فيكرة الكاميرات استهل نعم، لكن تحتاج لتصور جدًا النوع لأنه كمان ترى في بعد ثالث جودتها وسعها و جي بي اس لها وصلات إضافية بعض الكاميرات تصبح فيها جي بي اس فساعتها يسجل الحادث و يسجل الفيديو و يربط بموقع جغرافي فبالتالي موقعك الجغرافي مستند لعن الجهاز قال هذا المكان صار في هذا الحادث و ليس لحجة ثانية و يمكن أيضًا أن تستخدم الفيديوهات لتوثيق أنه ليس الغلط عليك أو الغلط على الفرد الثاني لكي أجلبك حقوقك من التأمين أو شيء زكي أنا أتوقع بعدين أن تصبح شيء مدمج في السيارات مستقبل تصدق؟ لا نحن نفكر فيها مدمج في السيارات والله أنا أقول لك أنا بسنتم حسناً، فعلت الفكرة فعلت شيء؟ لا فعلنا على الداركت و أنا لدي فكرة حسناً سؤال ثاني ما هي جودة كاميرا هذه و كيف أداها في الليل؟ هل هذه الحين تعتبر أفضل بحدة؟ لا، هناك أنواع كثيرة ولكن هي على السعر و كم تستخدمها يمكنك أن تضعها لألف ريال و يمكنك أن تضعها لأميتريا هذا النوع الذي يأتي في النص تقريباً و يعطيك كاميرا توثيق أمامية و خلفية و إذا أعطيتنا أنه نعم هل تستهل بالنسبة لكم من يتبغوا فيديو و نستطيع أن نزل لكم فيديو مخصص لهذه الكاميرا فالموضوع لديكم متاح أتوقع أنه يريد نعم و نهاية الفيديو و كل الفيديو حين كان لدينا مجموعة و منتجات لم يكثرنا عليكم لأنه من زمان و أيضا على اساس أن أحمد قاعد إيجابي في هذه الحلقة بشكل كبير هل نعتبر إيجابي؟ نعم بمتاز إن شاء الله أنه مبسطت و استمتعت و المشاهدين بعد ختمت أعطيكم العافية من المتابعة لا تنسوا عن التصويتات و المشاركة و الأمور هذه كلها سبحانك الله و الحمدك و إلا أهلا أهلا استغفرك و أتوب إليك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أول مرة طاحت أول مرة أشعر أنه أسرع مني في التخطيب نهاية الحلقة كل المنتجات التي هنا موجودة الروابط حقتها في وصف الحلقة و لا تنسوا التصويت حق الكاميرات على أساس أن أقوم بلاي لست خاصة و محتوى خاصة في نفس هذا النوع من كاميرات المراقبة و قلوا لي تفاصيل و ماذا تعرفون عنها أحمد أعطيك العافية الله يعافيك و كل الروابط حسابات أحمد موجودة في وصف هذه الحلقة و نهاية الفيديو و كل فيديو سبحانك الله و بحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك أشوفكم إن شاء الله على ألف خير يطلع معنا الحلقة الجاية أو لا؟ قولوا لي يطلع استهل أنا استهل لا سأضع تصويت أحمد استهل يطلع في بمكبارك مارحون يطلع